اشتركوا في القناة اللي خل بريطانيا كلها توحدت لهزيمة النازية وفي الهجوم هذا الارهابي حوالي 54 شخص فتصور انه في بريطانيا يموتهم اليونوس اليوم ماتوا حوالي كم وسبعين شخص في كييف في اوكرين لكن كنت بسأل اخ في التلفون قبل ما اجيب يقول له يتصور انه يكونوا ماتوا في شوارع كييف حوالي 9000 اوكراني كارثة بكل المقاييس للعالم لانه العالم ما عاد بيستحمل هذه الارقام من الموت والقتل والتصفية ما عاد وعيشنا هذا في السودان احنا في ساحات القتال المختلفة المستمرة الى الان مئات الالاف يعني من الناس بيموتوا فالعالم ما عاد لكن العالم عايز شكل من اشكال تقريب الصورة وجعلوا انه هو يقدر يتصور معاناة الناس لانه عالم مشغول بتفاصيل اخرى ومشغول باحداث تتجازب يمينه شماله في اعلام مخيف يعني يصل الى الحدث كما يحصل لكن بيبقى الاشي مزعج لما تتخيل انه زي ناز يعني هورشيما ونازاكي اللي ما عادوا كلهم مية وخمسين الف شخص ولكن كانت نقطة مفصلية في تحول مفاهيم حقوق الانسان ومؤسساته هذا بيخليني انه انا اقفز واقول انه سجيل حقوق الانسان اصبح الغرب يتعامل معه ببرود وبالنسبة له اصبح مجرد احصائيات تتخطى في الدفاتر ورصد تفصيلي وحتى عشان انا اقرب الصورة اليكم اقول لك في انه انت لو رجعت هناك من سنة تسعة وتزعين الى اليوم الفين واثناشر اخر تغرير لانه تغرير بيطلع في العادة في شهر ابريل وزارة الخارجية الامريكية بيطلع تغرير سنوي عن الاوضاع في البحرين كجزء من تغريرها العالمية في هذه التقارير بتجد بان التفاصيل اللي موجودة فيه حتى منظمات الاهلية مرات ما بتدخل في هذا التفاصيل والدوكمنتيشن تفاصيل التفاصيل واستعرضنا سجيل لحسن الحصة ان الملك حمد جاء الى سدة الحكم في مارس تزع وتزعين وانه اول تغرير موجود سنة تزع وتزعين فالسجيل اللي موجود في الخارجية الامريكية من تزع وتزعين الى اليوم هو سجيل تفصيلي بمعنى ان الادارة الامريكية التي بزلت هذا المجهود لتجميع هذه المعلومات التفصيلية التفصيلية بمعنى انها مال من شيء في البحرين يتعلق باوضاع اهل البحرين الا موجود فيه فالسجيل الان لمدة 14 عام واحد اخينا في ابريل الجاي حيجي الخمسطاشر يعني توال فترة الحكم مسجلة بتفاصيل مش تغرير كاتبه والاستاذ سيد الشهابي والنبير رجب ولا غيره لا حلفاء النظام واللي مرتبطين بهذلك النظام هذه شهادته ولكن سممازة بعد هذه هي المشكلة اللي انا عايز نغيشها معاكم اليوم وابتدي بالخلام اللي قال ويليام بيرنس نايم وزير الخارية اول امس وانا ما عارف اذا انتم سمعتوه ولا لا لكن موجود في النت الان ممكن تشوفوه يوم الاربع 19 فبراير هذا الحديث خطير جدا لانه ضربت البداية لزيارة اوباما الى الرياض في منتصف معارسة الاجعية ولأسباب حقيقة في معرفة المتواضعة وانا رجل متابع يعني انه هذا الحديث اللي كان عنوانه عن ما هي الاجندة المتجددة للعلاقات الخليجية الامريكية هو اجندة للعشر سنوات او الخمسة سنة القادمة في التعامل بين امريكا والمنطقة واذا نحن في البحرين او في السودان او في السعودية او في غير دائرين نفهم ما يحدث يجب ان نحرص على قراءة واستماع لهذا التقرير لان هذا التقرير ركز على التعاون العسكري الامني وفقه عن التهديدات الايرانية عن الوضع في السورية عن ما يحدث في العراق عن المباحثات الفلسطينية الاسرائيلية والحديث عن دور امريكا في استخدامه لدول مجلس التعاون الخليجي للتعامل مع ايجرين دولة عربية وخمسة وثلاثين دولة غالبيتها مسلمين نقطة البداية لامريكا هنا بهذا الثقر وليس الخليج كمجرد سوق للسلاحة الامريكي يعني وكيف هي امريكا الان حريصة على ان تستخدم دول مجلس التعاون الخليجي كرافعة وكغوة اقليمية نافذة يمكن ترتيبها بحيث ان هي تستطيع ان تواجه ميلادا نظاما لعالم الجديد اللي بنشهد الان في شوارع حلب وريف دمشق هناك ميلاد نظام عالمي جديد العالم كله مرتبك في التعامل معه بيدفع السوريين في تمنه وسوريا هي عبارة عن الميدوايف او القابلة التي ستخرج هذا النظام وسيكون له ما بعدها ولكن الخطورة اصلا في ان دول مجلس التعاون الخليجي تملك كما قال وليام بيرنز امبراطورية اعلامية تؤثر على وجدان شعوب العالم العرق والاسلامي ولا يمكن لامريكا ان تؤثر في هذه الشعوب الا بمحاولة ايجاد اجندة جديدة متفقة عليها تصبح دول مجلس التعاون الخليجي هي ولكن حاولينا ان نترجم بالنص ما ذكروا عن الوضع في البحرية وهذا اللي بهمنا اليوم قال وليام بيرس وكما كان الانتقاه في اليمن بواسط اهلها وتم عن طريق المجتمع المدني اليمني بمساعدة طبعا دولية الأمم المتحدة وغيره وكانت داخلين في الموضوع هنا كلنا لنا دور ولنا نصيب في انجاح صفقة في البحرين في يناير مبادرة ولي العهد وهي خطوة تاريخية في لقاءه لقيادات من القوى السياسية بما فيهم قايد المعارضة تشكل دفع قوية للحوار الوطني نرحب بهذه الخطوة ونشجع كل الأطراف المساهمة البناء فيه ونبزى العنف والاتزام بتعاهداتهم وذلك في إطار حتمية التحالف مع دول مجلس التعاون الخليجي لذلك من المهم أكد على إن من المهم البحث عن أرضية مشتركة مع كل أطراف الصراع اللي موجودة في المنطقة في هذه الدول بما فيها البحرين أصلا وإنه الناس يبحثوا عن هم مشترك فيما يتعلق بتأمين هذه المنطقة من الإفرازات الحرب في سوريا وفي مواجهات النزاعات الآن فتحت فرصة جديدة للتطرف الدين التكفيري اللي بزرته أصبحت تهدد بشكل مباشر العالم وفي التأكيد بصورة حاسمة جدا على أن الإصلاحات مرتبطة إرتباط أساسي باستغرار المنطقة هذه المؤشرات في فهمي أنا هي أجندة لما سيحدث في البحرين ولكن وأنا خارج نطاق الغابة البحرينية ولا أدعي أني أفهم أكثر نطاق أهل الديرة وتفهموا أحسن مني ولكن أنا عشت وارتبطت بتلك المنطقة 25 سنة من عمري فأستطيع أن أدعي بأنني أعرف بعض الشيء عن ما يحصل في البحرين واشتغلت في غمة جهاز الحكم فأفهم داخل الحكم ماذا يفكر للـ 25 سنة جاية لأنني كنت على الأقل لسوء الحص أو لسوء الحص أنا كنت مستشارة تخطيطة الاستراتيجية كنت أتكلم وأشتغل ما يحدث في البحرين وليس ما الآن يعني في الوضع الآن فأستطيع أن أدعي أن أفهم بعض الشيء قد يختلف معي الأخوان وقد يتفق ولكن أنا أتكلم من شخص كان داخل المطبخ أعتقد بأن إذا أنا حاولت أن أقول هذه الكلام أرجع إلى القضية الأساسية التي أريد أن أتكلم عنها اليوم وفتحت العنوان بتاعها في مجلس الوردات فيما يتعلق بالتغيير البحرين التي نعرفها وحددت الموضوع أن البحرين التي تعرفونها وعرفها ستتقير طعماً ولوناً ورائحة عن البحرين التي تعرفونها وإذا الليلة الناس بيتكلموا عن مسألة التجنيس السياسي لأنه عايشينه عايشين في المدارس عايشين في المصحات الصحية في المستشفيات في تجمعات الأسواق في ساحات الملاعب يمكننا من أنه كان لي شرف أن أتحدث بالنيابة عن أشخاص الذين أشرت إليهم وقتها بأنهم هم الذين كانوا وراء هذا التقرير الذي ظهروا مركز الخليج والذي أنا تحملته مسؤوليته هؤلاء الأشخاص الأربعة عشر لأن أحددتهم الحمد لله إلى الآن هم بعيدين عنه لو كانت فيه هزيمة لهذا النظام الموجود الآن في البحر أنه إلى الآن هم كانت مشكلتهم في أن يصلوا لهؤلاء الأشخاص هؤلاء الأشخاص ليس فيهم شيعي واحد والنظام يعرف ذلك ليس فيهم شيعي واحد بما فيهم شخصي الضعيف وبالتالي أنا أعتقد هذه الشهادة يجب أن نحن نركز عليها ونكررها إن من كشفوا هذا التقرير وطلعوا لم يكن فيهم شيعيا واحد ولكن كانوا هم حصا على أن البحرين التي يعرفوها ويدفعوا الآن بصمت ثمن آثار التجنيس في أحياؤهم أكثر من بعض قور الشيعة